اشتركوا في القناة الان لو سألت الطلاب السابقين اللي انا درستهم انا معود طلابه باني دايما ادرسهم عن طريق الخرائط الذهنية اللي بنسميها mind maps انت بدل ما تظلك كل وقت الامتحان اتراجع القطع وتقرأها كلياتها خلال دقيقتين بتشوف الخريطة الذهنية وبتستذكر شو الافكار الرئيسية الموجودة عنا في داخل القطعة نرجع لعنوان القطعة يا جماعة الحير القطعة الان شو بتقول لك messaging through time يعني المراسلة عبر الزمن المراسلة عبر التاريخ تمام الان لما بدأت القطعة بدأت بكلمة dawn of time dawn of time اللي هو منذ فجر التاريخ منذ الازل منذ القدم فهنا عماله بيحكي لنا عن طرق المراسلة منذ القدم حتى وقتنا الحالي يعني حتى الان فركزوا معي وشوف القطعة قداش هي حلوة وممتعة لانو فيها حتى امثلة كثير بتخليك مندمج في داخل هاي القطعة وتربط الافكار افكار التواصل القديمة والحديثة وبالتالي في عنا احنا طرق للتواصل طرق قديمة وطرق حديثة فركزوا معي في هذا المصطلح الفريز بدي اياكم تعرفون اللي هو dawn of time dawn of time معناتها منذ فجر التاريخ dawn of time معناتها منذ فجر التاريخ اكتبوا معي واحفظوا هاي الكلمات منذ فجر التاريخ منذ فجر التاريخ مصطلح او عبارة مهمة جدا لازم تكونوا حافظينها وعارفينها الان حكالي هون عن وسيلتين للتواصل كانوا في القدم اول وسيل انذكرت في القطعة اللي هي ايش يا جماعة اللي هي ال smoke signals smoke signals اللي هي الاشارات الدخانية اشارات الدخان زمان كانوا يولعوا نار مثلا فهاي النار تطلع على سبيل المثال دوائر اوكي فاذا طلعت مثلا ثلث دوائر دائرتين هاي بتعبر عن مثلا انه طلب المساعدة فهمتوا عليه كيف فالاشارات الدخانية هاي كانت توصل الرسالة تمام بحيث انه انا بدي اطلب من الطرف الاخر شيء معين الان ما اخذ بالتفاصيل كثير فبنقدر نقول انه هاي اول وسيلة تواصل كانت موجودة منذ القدم او اول وسيلة تواصل قديمة الان اخترعوا الطرق اكثر براعة انجينيس ميثودز انجينيس ميثودز احفظوا اكثر براعة انجينيس ميثودز اكثر براعة اللي هي لاترزين ابوتل لاترزين ابوتل اللي هي الرسائل في داخل القناني القنين الزجاجية عادة بتكون زجاجية تمام واحد يكتب الرسالة وبحطها داخل القنين الزجاجية وبرميها في البحر وفي هذه القطعة اتطرق لمثال جميل جدا في عنا زلمي اسمه ايك فيكينج عنا زلمي اسمه ايك فيكينج كان زهقان طبعا هذا الرجل سويدي الاصل وهو من دولة السويد كان زهقان كتب رسالة لمين كتب رسالة لزوجة المستقبلية تخيلوا لوين انتوا قديش الزلمي جوابا وعالي كتب رسالة لزوجة المستقبلية على امل انها اتصلها هذه الرسالة تمام تمام كتبها حطها بالقنينة وزتها بالبحر زتها وين زتها بالبحر الآن بعد سنتين بعد سنتين هاي الرسالة وصلت لوحدة اسمها باولينا اسمها باولينا وهي من من جزيرة سيقيليا سيسيليان تمام هي من جزيرة سيقيليا حلوة كثير اذا مثال الرسائل انذكر في اداخل هاي القطعة بانه انا عندي ايك فيكنك بعد رسالة في داخل قنينة زجاجية وبعد سنتين وصلت لمين بس وصلت لباولينا باولينا تلقت هذه الرسالة وصار في عندنا هون اشي اسمه هابي ستوريز هابيير ستوريز لا هي قصص سعادة تمام او قصص اكثر وبالتالي هادولة التينين طبعا باولينا تواصلت مع ايك من خلال التليغراف لانه التليغراف كان اصلا مصنوع قبل بمئة سنة من الحادث اللي صارت تمام ممكن تواصلت خلال التليغراف وردت عليه وصار بيناتهم اللي هو ايش بيناتهم اللي هو زواج هون وبالتالي لازم يكون بالاحمر هذا الاشي صار بيناتهم ايش صار بيناتهم زواج من وراء قنينة الجزاز اللي باعتها ايك لمين باعتها لا باولينا اوكي الان هون اتطرق انه في عام الف وثمانمئة وسبعة وثلاثين تم اختراع التليغراف تم اختراع ايش التليغراف هذا التليغراف ادى الى ايش ادى الى ارسال الرسائل او عملية التواصل شو صارت صارت اسرع بشكل كبير وبدي اياكم تحفظوا كلمة او هذا الفعل اللي هو سبيد اوب سبيد سبيد اوب سبيد اوب معناتها سرع سرع ايش سرع التواصل بين الناس هذا في عام الف وثمانمية وسبعة وثلاثين في وقتنا الحاضر البرزن في وقتنا الحاضر ذكر هنا في القطعة مثالين مثال عن جوردن مثال بالاردن ومثال باليو اس اي طيب ايش هم المثالين في الجوردن حكى معلومة بيقول لك في هذه المعلومة بانه عنا اكثر من ست ملايين بني ادم مالهم بيستخدموا اللي هو الموبايل فونز بيستخدموا اجهزة الهاتف النقل تمام تمام الآن ممكن يجي السؤال يقول لك قديش عدد الاشخاص اللي استخدموا اللي هي الموبايل فونز في الاردن انتبهوا اكثر يعني ما تجاوب لي مثال لو كان ضع دائرة سكس مليون سكس مليون غلط ليس ذان سكس مليون اقل غلط اكثر من ست ملايين بني ادم صارت صح عندكم هون دير بالكم وخليكم دقيقين مية بالمية تمام تمام طيب الآن هون في الاردن حكى بانه في عنا اكثر من ست ملايين بني ادم بيستخدموا الموبايل فونز ومع ذلك لساتهم عمالهم بيرسل البرقيات من خلال ايش البوست كامبني اللي هي الشركة البريدية حتى الآن لو واحد يرسل برقية عادة من خلال البريد الاردني ما في مشكلة الشركة البريدية بيقدر الى الان عنا في الاردن يرسل رسائل تمام تمام طيب استاذ التليغراف الاستاذه موجود طبعا موجود تعرفوا ان التليغراف بيستخدموه كشيفرة عند العث يعني عند الجيش في الامور العسكرية حتى الان نعم حتى الان طيب باليو اس ايه شو المثال اللي ذكره باليو اس ايه اجت اه مرة تمام ام هي فعليا حملت صورة لبنتها حملت صورة لبنتها هذه الام اسمها تايلور بنتها جميلة وكاتكوتي وكيفت ومبسوطة عملت ابلود للصورة تبعتها على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي صديق تايلور شاف هاي الصورة لكن هذا الزلمة بدقق بالتفاصيل فشاف انه في مشكلة غريبة في اشي غريب في عين بنت تايلور تايلور تواصل معها وحكى لها في اه مشكلة في عين بنتك انا لاحظتها وشفتها بالصورة انا شفتها في داخل الصورة بالفعل اخذوا البنت على الدكتور ولقوا عندها للأسف مرض مزمن في عينها والحمد لله بدأت بالعلاج وتم شفاءها ففعليا انا بقدر هاي اعتبرها من الايجابيات لطرق التواصل هاي من الايجابيات لطرق التواصل طبعا الان لما ننتقل للقطعة راح تصير الامور اسهل واسلس طلعوا عندي هون يا جماعة الخير اللي هي في القطعة عندنا هون اللي هي messaging through time messaging through time طيب طلابي الان حابة احكي لكم شوي عن دوسية الاسبيشال ون حكيت لكم في اشي مميز في الحصة الماضية بخصوص اللي هو القطع وترجمتها لو اجيت اطلعت على ترجمة القطع يا اخوان ترجمة دوسية الاسبيشال ون فريدة من نوعها صعب جدا انك تلاقيها في اي دوسية اخرى من ميزاتها بانها بتوضح للطالب كل كلمة وايش معناها هاي رقم واحد رقم اثنين لو تيجي تقرأ النص باللغة العربية راح يكون في عندك ترابط بالافكار راح يكون في عندنا اشي اسمه coherence ترابط بالافكار هذا نميز الاخرى طيب استاذ كيف يعني ميزت الترجمة عندك هون من خلال الالوان راح نقدر نميز كل كلمة وشو معناها since the dawn of time مثلا dawn معناها تفجر طيب استاذي نفترض كان عندي في داخل الجملة اكثر من كلمة كيف بدأ ميز كل كلمة عن الثانية طلعوا كيف طلعوا طلعوا هاي مفتاح القطع وترجمتها people have been using different ways of communicating at a distance الان انا في عندي هون ثلث كلمات مثلا unfamiliar words بالنسبة للطالب هي كلمات جديدة من نوعها او مش عارف معناها كيف بده الطالب يميزهم حطيت لك كل واحدة بلون فافهموا علي ways معناتها طرق communicating التواصل حلو كثير طب استاذ عتا distance مش مترجمها صح حيترجمتها اللي هي ايش عن بعد طب استاذ ليش حاطة هون مش حاطة هون الله يرضى عليك والله يرضى عليكي ما بزبط انكم تفرقوا الكلمات لانه راح تبطل الترجمة منطقية راح تبطل الترجمة ايش منطقية فانا بترجم لكم الجملة كاملة بحيث تعرف كل كلمة ايش معناتها ويكون النص مترابط فتشوفوا كيف منذ فجر التاريخ كان الناس يستخدمون طرق مختلفة للتواصل عن بعد يعني الجملة لها معنى الجملة شو ما لها لها معنى وبالتالي انت هون بتكون مستوعب النص العربي الموجود قدامك هذا النص نحط مش عشان تقرأوا لحاله لا هذا النص نحط عشان تفهم القطعة وعشان نتميز كل كلمة ايش معناتها نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش في قطعة messaging through time زي ما اتفقنا بدأت القطعة يا جماعة الخير هون بفريز بعبارة اللي هي since the dawn of time since the dawn of time dawn معناتها فجر اذا منذ فجر التاريخ منذ القدم حكينا عنه هذا في المقدمة بتذكروه people have been using different ways of communicating at a distance لا زال الناس يستخدمون او كان الناس يستخدمون ولا زالوا يستخدمون طرقا ما لها طرقا مختلفة للتواصل عن بعد الان هون في عندي اكمن فكرة بدي احكي عنها يا جماعة الخير دايما التوبيك سنتنز فيها افكار كثيرة اللي هي اللي بتعبر عن الانترودكشن دايما فيها افكار كثيرة بتحكي عن الموضوع اللي احنا بدنا نحكي عنه بداية في عندي كلمة ways في إلها synonym اللي هو كلمة ايش methods كلمة ايش methods احفظوها مهم جدا methods معناتها طرق methods معناتها طرق كويس هاي اول فكرة بدنا نعرفها أنا بحكي كمعاني الآن طيب في عنا طرق مختلفة للتواصل at a distance عن بعد at a distance معناتها عن بعد كويس كثير طيب at a distance شو في عنا كلمات اللي هم ورادفة احفظوا لي اياها عنا كلمة لهي مثلا remotely remotely هاي remotely اللي هي معناتها عن بعد وفي عنا كمان far far off far ايش far off إذن remotely far off at a distance الثلاثة synonyms الثلاثة بيعطونا نفس المعنى اللي هو معناته ايش اللي هو معناته عن بعد طيب أستاذ حكيتلي انت عندك تريت افكار هون عنا ويز رقم واحد عنا at a distance رقم اثنين للفكرة الثالثة حطي لكم هون خط على اللي هو الفعل have been using هذا الاشي حطيت لكم على تحتيه خط لانه احنا رايحين نحكي عن موضوع الازمنة هاي القاعدة اللي هي prism perfect continuous لما نيجي نفصل للقاعدة راح نعرف بانه هاي القاعدة بتعطينا دليل على انه حدث كان او بدأ في الزمن الماضي ولا زال ولا زال ركز على كلمة سل ولا زال مستمرا حتى الحاضر انا مش عمالي بس راح لكم قواعد انا بطرق لأفكار رئيسية فقط عشان تكونوا في الفكرة اللي بتحكي عن هذه الجملة in ancient times في قديم الزمان او في القدم they use smoke signals signals فهم استخدموا استخدموا الاشارات الدخانية استخدموا منهم من اللي استخدموا يا جماعة الخير منهم من اللي استخدموا they فهم they بتعود على people طب استاذ في عندك طريقة تساعدنا على كيفية تمييز الضمير او اذا الضمير صح او غلط في عنا برياضيات اشي اسمه التحقق من الحل عنا هون في موضوع الضمير نفس الفكرة شو الفكرة يا جماعة الخير الاسم اللي انت بتكون شاك فيه استخدموا مكان الضمير وشوف بيزبط ولا لا الان they بتعود على عاقل مش شرط انتبهوا ارجعوا للتأسيس راح تذكر لانا قاعد بحكي عنه they بتعود على اشي جمع ان كان عاقل او لا لكن هم بيستخدموا فهو هون عاقل لو حكينا people بدل they people use smoke signals الناس استخدموا او استخدموا الناس الاشارات الدخانية بتزبط ولا لا طبعا بتزبط وبالتالي هون ضميرك مية بالمية صحيح بانه they بتعود على ال people اذا الناس استخدموا smoke signals استخدموا اشارات الدخان اذا يا جماعة هذه اول طريقة من طرق التواصل القديمة اللي انذكرت في النص احفظوها ممكن اجي اسألكم سؤال اذكر لي امثل على طرق التواصل وفيه عنا سؤال بعد القطعة اذكر لي امثل على طرق التواصل اللي انذكرت في داخل القطعة فبتيجي شو بتحكي بتحكي اللي smoke signals and after writing developed وبعدما تطورت الكتابة شو صار في عنده they invented more ingenious methods اخترعوا طرقا اكثر براعة انت فاهمين كيف اكترجم معي طبعا الان اخترعوا طرق اكثر براعة of delivering messages يا سلام هاي الجملة فيها افكار ركزوا معين هم مين هم اللي اخترعوا اللي هم ال people اخترعوا طرق اكثر براعة of delivering messages ذاكرين في الحصة الماضية حصة الكلوكيشن اللي اخذنا فيها convey a message و delivering a message المفروض تكونوا حافظينهم ومعناته هون delivering a message شو عن delivering a message delivering a message اللي هو ايصال الرسائل delivering messages ايصال الرسائل ذكر لي هون مثال يا جماعة الخير ركزوا معين بحكي لكم for example sending a message in a bottle ارسال رسالة في زجاجة زي الحركة او المثال اللي ذكروا عن مين اللي ذكروا عن ايك وبعت رسالة مين لباولينا at the turn of the 20th century وفي مطلع القرن العشرين في بداية القرن العشرين bottles were found which had been sent by people who were traveling on board the Titanic تم العثور bottles were found تم العثور على ايش على زجاجات which والتي بتعود على البوتل which had been sent والتي ارسلها مين by people ارسلها الناس who بتعود على البيبل who were traveling on board the Titanic اللي كانوا بيسافروا على متن سفينة التايتانيك اذن هاي زجاجات كان فيها رسائل الناس اللي على متن التايتانيك او على ظهر سفينة التايتانيك رموهم بالبحر على امل ان تصل لناس معينين او بشكل عام في عندنا هون مثال حكا اننا في عندنا happier stories have also come to light ظهرت عندنا قصص اكثر سعادة شوف ما احلى هذا الفريز come to light معناته ايش معناته appear come to light معناته appear appear شو يعني اكثر بمعنى يظهر او emerge او emerge خلينا اكتبلكم ياها هون emerge emerge او come out الى اخره في معناه في ان اخره في عنا قصص ظهرت اكثر سعادة happy year طبعا هذا comparative يا جماعة هاي تعطيني مقارنة اكثر سعادة شو عنا القصة اللي حكيناها في عام الف وتسعمائة وست وخمسين في عنا واحد اسمه ايك فيكينج ايك فيكينج اسويد هذا عبارة عن سويدي الأصل توست لتر انتو ذا سي رمى اللي هو رسالة أو ألقى توست بمعنى ايش ألقى ايش ألقى رسالة في البحر طبعا زي هيك شايفين هاي القنينة هاي شايفينها هاي القنينة جواتها الرسالة ورماها وين رماها في داخل البحر ألقى رسالة ألقى رسالة في البحر hoping it would reach his future wife كان بيأمل انها توصل لزوجة المستقبلية reach بمعنى اتصل reach بمعنى اتصل two years later بعدها بسنتين he received مين هو اللي هي هنا اللي هو ايك فيكينج he received a letter from a سيسيليانجر تلقى رسالة من فتاة سقيلية الأصل يعني منسوبة لجزيرة سقيلية بتسمع عنها جزيرة سقيلية منسوبة إلى جزيرة سقيلية هو والتي بتعود على باولينا who had found his bottle اللي وجدت زجاجته اللي هزهم بتعود على ايك فيكينج and soon after they were married وبعدها بفترة وجيزة قلنا ايش اتزوج والتنين ما لهم اتزوجوا فهي احدى القصص السعيدة اللي انذكرت في داخل هذه القطعة ننتقل الآن للفقرة اللي بعديها تشوفوا يا سلام شوفوا الأشكال التصويرية اللي بتعبل عن كل فقرة هاي لحالها بتخليها هون راكزي مستحيل تطلع من ذهنكم بيحكي لكم هون the invention of the telegraph in 1837 اذا تم اختراع التليغراف في عام 1837 الانصر في عندي consequence شو هي consequence مهمة هاي جدا الكلمة consequence consequence يا جماعة اللي هو آثار تمام consequence او نتيجة عفوا ادى اختراع التليغراف في عام 1837 مهم هذا التاريخ speed up communication dramatically ادى اختراع التليغراف في عام 1837 اذا speed up شو معناتها اخذناها بالintroduction اللي هو تسريع تسريع ايش communication تسريع الاتصال كيف dramatically هذا عبارة عن ظرف adverb شو يعني dramatically يعني بشكل كبير بشكل حائل تمام الآن هون بحكي لكم a criminal مجرم حيات المجرم شايفينو a criminal اسمه john towel john towel ما له was caught after he had escaped on the train to london تم القبض عليه was caught تم القبض عليه هذا passive voice طبعا ما بنين المجهول راحين نحكي عنه في القدام ان شاء الله after he had escaped بعد ما هرب اللي هي هون بتعود على مين اللي هي بتعود على john towel john towel after he had escaped on the train on the train بعد ما هرب when he arrived there لما بدي يوصل هناك طبعا هاي الشرطي مسكوا لمن مسكوا لهابا الكريمينال طيب الآن بدي يحكي عن جوردان حكينا عن فكرة مهمة جدا انه ان جوردان there are over يابا يا هاي شو مهمة هاي بدي اعملكم عليها highlight يا جماعة هاي over شايفينها بدي اعمل عليها highlight قد الدنيا يا شارد ليش هيك الالوان هان ايوة بلا ما هو طالع طيب خلينا نخففه شوية هيك ايوة الآن عندي هون over مهمة جدا over معناتها اكثر over معناتها اكثر انتبهوا للعدد الدقيق اكثر من ستة ملايين اكثر من ستة ايش اكثر من ستة ملايين there are over six million mobile phones اكثر من ستة ملايين هاتف محمول انيوز يتم استخدامها by mean by the population من قبل السكان فحكيت لكم لو اجاكم سؤال كم عدد الهواتف المستخدمة كم عدد الهواتف المستخدمة تيجي بتحكي لي over six million حكيت لسكس مليون على فكرة غلط less than six million برضو غلط مهمة جدا هاي الفكرة but you can still send telegram لكن حتى وقتنا الحالي يا جماعة بتقدر تبعت اللي هي برقيات through the Jordan Post Company عبر الشركة البريد الأردنية حتى الآن لا يزال بإمكانك إرسال البرقيات عبر شركة البريد الإلكترونية since the invention of the mobile phone منذ اختراع الهاتف المحمول and the internet والإنترنت the world has become a different place أصبح العالم ماله أصبح مكان مختلف أصبح مكان في مكان آخر كيف يعني في مكان آخر people are still وهي still مهمة جدا لساتهم sending messages وهي من الكلكيش ذاكرينها sending messages الناس لساتهم إيش بيرسلوا الرسائل and it usually takes only وهي تستغرق فقط إيش seconds to deliver them وهي تستغرق ثوانا لتسليمها طيب هون صارت طرق التواصل أسرع ترسل الرسالة على التليفون ثوانا بتكون إيش ثوانا بتكون واصلة للمرسل إليه الآن هون بدنا نركز على فكرة مهمة جدا ال it هذا الضمير هذا بيعود على إيش يا جماعة هذا الضمير it بالشكل العام حكينا استخدم الاسم اللي انت شاك في مكانه ومشي وشوفه بتصبط معك ولا لا sending messages usually takes only seconds to deliver them بتستغرق الرسائل قديش تستغرق ثواني لتسليمها تمام لكن في عنا فورم في اللغة الإنجليزية الآن بدي أعطيك علم أستاذ في عنا فورم في اللغة الإنجليزية إنه إذا إيجا لبروناون it مع take أو took هون بيعود على الجملة الفعلية اللي وراها اللي هي to زائد الفعل المجرد فأنا عندي هون حلين لت it بتعود على sending messages لكن علميا الآن أنا بحكي معكم علميا يا جماعة الخير it بتعود على to زائد الباس فورم للفعل to deliver them هاي الجملة كاملة مهم جدا دير بالك حبيب الطالب إنك تخربط فيها يعني اللي بسألك it عايش بتعود علميا أنا بحكي معكم علميا it ومعاها took أو take بتعود على الجملة اللي وراها اللي بتحتوي على to زائد الباس وكمالتي الجملة تمام لكن بشكل عام المتعارف عليه نحكي بتعود على الاسم اللي قبل هلا هو ايش sending messages فكرة مهمة لا تغفل عنها طيب إذا متستغرق ثواني لتسليمها لكن هل نحن نحن كيفية التواصل فاس وجه لوجه لا اكتش فعليا في عنا تحديات ولكن هنا أيضا مثل عندما الانترنت تغير من حياة لفضل عنا مثل برضو على الوقت الانترنت غير في حياة شخص مال الأفضل كيف الانترنت أثر في حياة شخص كيف غير حياة شخص بشكل إيجابي أو بشكل سلبي خلينا نشوف المثال اللي نذكر هنا عنا بقولك تطلع على حالة تارا خلينا نتناول هذا الحالة هذا المثال على استخدام الانترنت طبعا كيس معناتها حالة زي ما انت شايفين أخضر كيس حالة هي أم تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية الهو بتعود على مين الهو بتعود على تارا تايلر حلو بتعيش وين بتعوش باليو اس ايه وين شي ابلوديد افوتو لما ايجت ايش عملت ابلوديد شي يعني ابلوديد حملت وزي ما انتو شايفين في الترجمة حاطلك شدة على الميم حملت حملت ايش حملت صورة رفعت صورة يعني لبنتها اذا بتعود على مين بتعود على مين بتعود على اللي هي تارا تايلر لبنتها وين ان سوشيال ميديا حملت صورة لبنتها على السوشيال ميديا ايجا فرند صديق سبوتد ذاكرينها هاي سبوتد ايجا اكتشف بانه في عندها مشكلة في مشكلة في عيون الطفلة في مشكلة في عيون الطفلة ذاكرينه هذا الفريز الفيرب حكينا عنه في الكلمات في الجداول اللي اخذناها اتضح بانه البنت عندها او مصابة بمرض رير رير معناته ايش نادر ودزيز مرض اذا البنت مصابة بمرض نادر لكن لحسن الحظ الحمد لله تم انقاذ بصر الطفلة اذا سايت شو معناتها سايت معناتها بصر وعندها واز سيف اللي هو تم انقاذ طبعا الجماعة لازم بتتعودوا دائما بانه القطعة فيه بعديها جدول اللي هو جدول الضمائر جميعها الموجودة في داخل القطعة حاطلك هون زي سؤال عشان تعرف كيف صغته الكلمات التالية او الضمائر على ايش بتعود حاطلك هون الضمير وحاطلك السطر بناء على القطعة الموجودة في داخل الدوسية طبعا جميع الضمائر موجودة جميع الضمائر موجودات وفي عنا هذا الضمير اتتفقنا بانه بيعود على الجملة الفعلية اللي وراها لانه هي صيغة او اتوك اتوك هيها ما تنسوا لياها ات تيك عفوا لانه مفرد ات تيك او توك في الزمن الماضي بتعود على الجملة اللي وراها اللي هي توزى للفعل المجرد واكمالة الجملة هذا علميا طبعا حكينا ولكن لو انه بدنا نشتغل على الاشي المتعارف عليه هون بتعود على sending messages بتعود على sending messages الان بدنا نبدأ في بنك الاسئلة اللي حقيت لكم هي لهذه القطع طيب طلاب الان نتطلع على السؤال الموجود عندنا هون بيحكي لكم answer the following questions based on the text طبعا زي ما اخذنا بتأسيس القطع وتأسيس الاسئلة اللي تيجي بعد القطع دايما بيكون في عندي سؤال اللي هو اجب عن الاسئلة التالية based on the text based on the text زي ما بتتذكروا اللي هي بالاعتماد او بالاستناد على النص اللي احنا اخذنا عندنا هون السؤال الاول شو بيحكي لي people have been using different ways of communication الناس عمالهم بيستخدموا او كانوا ولا يزالون بيستخدموا الطرق مختلفة للتواصل write down two of them اذكر لي ثنتين منها طبعا احنا ذكرنا اتوقع ما يقارب الست اثناء القطعة بتتذكروا لما اول اشي حكينا عن smoke signals تمام اللي عنا smoke signals اللي هي الاشارات الدخانية ذاكرينها ورقم اثنين اللي هي bottles او letters sorry letters او letter in bottle هاي عنا هون مثالين وعنا كمان telegraph وعنا اللي هو الانترنت تمام ذاكرينهم هذولا عنا اكثر من مثال لكن هو طالب مني اجابتين لو جوابت اكثر ما بيأثر المهم اي اجابتين صحيحات السؤال الثاني based on the text there were two spouses كلمات جديدة طلابي ضروري هاي الكلمات نحفظها there are two spouses partners who got married because of sending the bottles ذاكرينها هاي write their names down حلو الان بقولك في هنالك زوجين اتزوجوا او شخصين اتزوجوا تمام شخصين ما لهم اتزوجوا بسبب ايش بسبب ارسال الرسائل بايش بالقناني الزجاجية اكتب لي اسماءهم تتذكروهم اللهم ايك اول واحد اتراسل مع مين مع باولينا اتراسل مع مين مع باولينا صح ولا لا اذكر اسماءهم فقط طيام السؤال السؤال الثالث يا سلام سؤال مهم جدا ركزه معي الان لانه في بعض التفاصيل اللازم نذكرها ونتطرق الها يا جماعة الخير كوت كوت شي يعني اقتبس اقتبس ايش اقتبس الجملة which indicates التي تشير الى ايش the year الى السنة اذا هون بدوا مني ايش بدوا الجملة اللي بتحتوي على السنة when the telegraph was invented اللي عبرت عن متى عن الزمن الذي اخترع فيه التليغراف هاي الجملة وين يا جماعة هاي الجملة وين موجودة بالقطعة نرجع هون على القطعة سريع سريع بس عشان تعرفوا الالية اللي احنا اشتغلنا عليها جملة التليغراف اللي هي موجودة اتوقع هون 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 هايها صح هايها اختراع التليغراف في عام 1837 الان هاي الجملة لما بدي ااجي اجاوبها يا جماعة بدي اعمل اشي في علم الحاسوب اشي اسمه copy copy paste شو يعني copy paste يعني بدي اشيلها زي ما هي واكتبها بالامتحان زي ما هي كيف يعني استاذ بدي امسك الجملة من الـ طيب هيك خلصنا لا لما يكون السؤال كوت اقتبس تذكروا بالتأسيس شو حكينا بدنا نفتح قبليها كوتاشن قبل الجملة ونسكر الكوتاشن بعد الفولستوب طبعا في عنا اجابة المذجية رح اوضح لكم كيف بنفتح الكوتاشن قبل الجملة بنكتبها من الكابتال لتر زي ما هي موجودة لقيت فاصلة بالنص بكمل دير وبالكم توقفوا تمام بتلاقي فاصلة بالنص كمل عادي ما في مشكلة ما لقيت عادي كان بها كمل لقيت الفولستوب بتسكل الكوتاشن بعد الفولستوب لانه السؤال اسمه كوت والكوت يعني اقتباس والاقتباس دائما بتكون بتوين ايش بتوين كوتاشن ماركس بكون في عنا اللي هم ايش علامات التنصيص بتسكر ليه الجملة تمام اذا هذا جواب السؤال ايش هذا جواب السؤال الثالث اللي هو the invention of the telegraph 1937 speed up communication dramatically طيح اذا هذا جواب السؤال ايش جواب السؤال الثالث نروح على السؤال الرابع نروح على السؤال الرابع شو بيحكي لي what do the underline pronouns أو words الكلمات اللي تحت خط أو الضمار اللي تحت خط اللي هم them وهو بعوده على مين احنا حليناهم طبعا عنا الضمير them عنا حتى موجودات الضمير them بعود على الماسيجز حكينا عنه والضمير الثاني اللي هو ايش اللي هو هو الضمير هو اللي هو على المذر اللي هي مين المذر اللي هي تارا تايلر تارا تايلر السؤال الرابع أو السؤال الخامس عفوا الرابع الناس اخترعوا طرق اكثر براعة لإيصال الرسائل after the development of writing متى بعد تطوير الكتابة اعطيني مثال على هذا الكلام نرجع حون وين حكي عنها هاي الفكرة بدأ ورجيكم انه كل اشي يا جماعة موجود في داخل النص كل اشي وين موجود في داخل الناس هايو هاي الجملة الاجابات خليها بالاخضر عشان نغير اللون يكون اوضح لما ايجي حكا هون وراحت after writing developed بعدما تطورت الكتابة بعدما تطورت الكتابة they invented لهم ال people more ingenious methods of the wearing messages لإرصال الرسائل شو هي for example هايها يا جماعة هايها فعلى سبيل المثال ايش sending a message in a bottle إرسال رسالة في زجاجة إذن جواب هذا السؤال هو إيش sending a message in a bottle sending a message in a bottle طيب نرجع الآن للسؤال اللي بعده سريع سريع الأمور سهل يا جماعة طيب السؤال اللي بعده بحكي لكم هون write down the sentence اكتب الجملة which was that التي تظهر بأنه ودائما المطلوب يا جماعة بعد الذات you can still use بتقدر الآن تستخدم حتى الآن اللي هو Jordan Post Company to send a telegram تتذكروا لما حكينا إنه حتى مع اختراع الهاتف النقال إلى الآن بتقدر ترسل برقية من خلال شركة البريد الإلكتروني مظبوط اكتب لي هاي الجملة طيب أستاذ مش هذا زي سؤال الكوت نعم صحيح يعني ممكن يجيك السؤال اللي هو write down هذا شايفينه هذا السؤال زي سؤال الكوت نفسه ما بيفرق إشيه لكن الفرق إنه بسؤال الكوت شو بنا نعمل بدنا نفتح كوتاشن ونحط الجملة ونسكر الكوتاشن بعد اللي هي علامة الترقيم الموجودة لا ننسى وننسى إنه هون بدي يكون الحرف ما له capital شو بدي يكون بدي يكون capital لتر بدي يكون حرف كبير ديروا بالكم لأنه بداية الجملة تمام تمام طب أستاذ هون نحط علامات تنصيص ما في داعي في سؤال write down ما في داعي تحط علامات تنصيص لكن الكوت عادي لو حطيت ما حطيت علامات تنصيص عفوا سؤال الكوت لازم تحط علامات تنصيص وسؤال write down عادي لو ما حطيت علامات تنصيص فبدو الجملة اللي بتشير إلى أنه أنت بتقدر رساتك تستخدم في الوقت الحاضر اللي هو التليجرام ترسل تليجرام عبر الجوردان بوست كامبني عبر شركة البريد الإلكترونية وهي يا جماعة وين الذكرات نرجع هون نرجع كمان 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 هيها يا سلام هذه الجملة بلشت من هون هيها طبعا هاي الفكرة موجودة هون يا جماعة but you can still لسه بتقدر تبعت اللي هو التليجرام اللي هو البرقيات من خلال الجوردان بوست كامبني هاي الجملة هيا هيا شايفينها من عند but لأنه بلشت من عند هون you can still send telegram through the جوردان بوست كامبني وسكر لي ها وحط لي ها هيك جوابك صحيح مية بالمية تمام الآن ننتقل للسؤال اللي بعده ننتقل للسؤال اللي بعده سؤال كثير سهل سؤال كثير سهل سؤال بسيط جدا ركزوا معي منيح عشان تفهموه وعلمك الآلية اللي تحل فيها طبعا هذا السؤال هو سؤال critical thinking شو يعني أستاذ critical thinking critical thinking اللي هو التفكير الناقد شو يعني التفكير الناقد بطرح قضية في السؤال بطرح قضية معينة وبقول لك أعطيني رأيك في هذه القضية هل انت مع سهلة ركزوا معي منيح ومهم جدا تنتبهوا لشغلة معينة مو شرط تلتزم بالجواب اللي أنا كاتب لأنه اسم critical thinking السؤال بكون طالب فقط أياش طالب منك رأيك الشخصي فأعطيني رأيك بجملتين احفاف الطاط ما في مشكلة عادي بلغتك البسيطة عشان هيك دائما بنظن نحكي احفظ المعاني احفظ الكلمات عشان تقدر توظفها في مثل هذا النوع من الأسئلة مهم جدا إنك تحفظ المعاني المتعلقة في داخل القطع المتعلقة في التابلز اللي أنا بكون حط لك إياهم بداية كل وحدة طيب السؤال هون شو بحكي لك in terms of communication in terms of communication social media is considered a fruitful means of connecting people وسائل التواصل وسائل التواصل أو عفوا نعم social media وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر وسيلة مثمرة للتواصل بين الناس فكر لي في هذه الجملة وبجملتين وبجملتين من عندك write down your opinion لما تشوف your opinion your point of view بقدر يحكي لك your opinion في لها إشي مرادف اللي هو your point point of view هذول الثنتين شو معناتهم يا جماعة European your point of view معناتها رأيك رأيك أو وجهة نظرك رأيك أو وجهة نظرك ركز معي عشان أعلمك كيف تحل هذا النوع من الأسئلة طيب الآن بداية بدكم تبنشوا تحكو لي أنت موافق أو غير موافق ونصيحة دائما وافقة على الجملة نصيحة عشان ما تفوت بأمور شائقة بتكون أمور جدا سهلة دائما بدك تبلش بما أنك أنت موافق على هذا الجملة بدك تيجي تحكيله I رأيك بداية I totally I totally agree I totally agree with this with this statement يعني أنا أوافق هذه العبارة تماما أنا أوافق هذه معناتها I totally agree أنا أوافق هذه العبارة totally تماما بالكامل I totally agree with this statement أنا أوافق هذه العبارة بالكامل أنت هاي بلش فيها الفريز بتكون أمورك طيبة طب الآن بدك تيجي تشرح شو بتيجي بتقول بمعنى أنا قاعد بحك عن social media بنكمل طبعا capitalized يا جماعة social media social media social media social media if used intelligently وهي جملة معترضة يا جماعة if used intelligently طبعا if used intelligently هاي مصطلحات بأطيك إياها بمعناتها إذا ما تم استخدامها كيف إذا ما تم استخدامها بذكاء إذا ما تم استخدامها بذكاء احفظوا لي إياها إذا ما تم استخدامها بذكاء can bring in loads can can bring in رقزوا معي عشان تفهموا علي can bring in loads of success loads of success شو معنى هذا الكلام مستاذ رقزوا معي سهل جدا طبع علي يعني وسائل التواصل الاجتماعي وهي جملة معترضة إذا ما تم استخدامها بذكاء can bring in loads of success راح تجلب لنا راح تجلب لنا الكثير من النجاح معناته بفهم طبعا bring in تجلب لنا تجلب تجلب تمام bring in loads of success يعني much يعني العديد من النجاح العديد من إيش العديد من النجاح ليش ليش since هاي مصطلحات لكم since it is the best the best way لأنها لأنها تعتبر أفضل طريقة way نقدر نقول هي أفضل طريقة أو أو بدل way بنقدر نحكي form أفضل وسيلة بتتذكروا عن كلمة form the best form تعتبر أو لأنها تعتبر أفضل وسيلة أفضل وسيلة of of direct of direct contact contact with the audience with the audience صح أو لأ لا تعتبر أفضل وسيلة أفضل طريقة للتواصل المباشر للتواصل إيش للتواصل المباشر مع الحضور شوفوا أنتو يعني جملتين كتبنا وإحنا لسه مش مفصلين كثير يعني أنا بوافق هذه الجملة تماما ليش سوش طبعا ما يتفكرون كاتب كثير له الخط كبير عشان شوفوه بس سوش ميديا وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما تم استخدامها بطريقة ذكية بطريقة تكون صحيحة راح تجلب إلنا راح تجلب إيش الكثير من النجاح يعني تمام لأنها تعتبر أفضل طريقة لأنها تعتبر أفضل الطريقة لأيش للتواصل المباشر مع مين مع الجمهور مع مين مع الحضور مع مين مع المشاهدين اللي عمالهم بتابعوا في زيكم أنتو مع الناس اللي عمالهم بتابعوا في فتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي مالها وسيلة للتواصل المباشر مع الـ مع الـ تمام طب أنا زرمي بدي أطور إجابتي أكثر أنا حاب أخذ الست علامات كاملات أنا ما بدأ ضيع العلامات علي أنا بدأ أخذ الست علامات كاملات حاب أكسب هم كليات هم شوفوا بقدر أطور على إجابتي كيف يعني أستاذ خلينا نضيف كمان صفحة ونيجي نحكي الآن نحن نحكي يا جماعة عن إشي اسمه platforms اللي ما بعرف هاي المعاني platforms شو يعني platforms هاي مسترحات لازم نعرفها platforms اللي هي المقصود فيها المنصات منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك انستجرام هاي كلياتها بتساهم في عملية التواصل ما بين society ما بين المجتمع if that forms have what it takes have have what have what it takes have what it takes عفوا have what it takes to make anyone's life to make any ones anyone's life to make anyone's life better to make anyone's life better طب استاذ شو معنى هذا الكلام طلع علي كيف طلع علي المنصات هاي عندها الاشي اللي بيستلزم عندها الاشي اللي بيستلزم عشان تخلي اي او تخلي حياة اي شخص ما لها تخلي حياة اي شخص افضل عشان تخلي حياة اي شخص افضل طبعا في اس هنا ناسين هلا نوليت مفرد وبالتالي المنصات منصات التواصل الاجتماعي عندها المقدرة عندها المقومات بانها تخلي حياة اي شخص افضل تخلي حياة اي شخص ايش تخلي حياة اي شخص افضل في عنا كمان غير هيك خلينا نحط فاصلة staying staying connected staying مع مين with the people بتخليك متصل مع الناس with the people بتخليك متصل مع مين مع الناس طب في امثلة كمان استاذ في امثلة كمان اه في مثال بس هذا المثال الطلاب الشاطرين ركزوا علي طلعوا كيف وانا طلع and لأنها اخر نقطة بدنا نحكيها يا جماعة staying staying opinionated opinionated اه حلو opinionated سوري خربطنا فيه opinionated يا سلام طلعوا كمانا هذا الكلام طلعوا علي خلينا نصيخ هذا الصفحة سريع سريع المنصات اي منصات منصات التواصل الاجتماعي عندها المقومات اللي بتخلي to make اللي بتخلي حياة اي شخص افضل هاي نقطة رقم واحد staying connected with people بتخلي الشخص على تواصل مع الناس and staying opinionated وابينيو هاي يا جماعة مأخوذة من كلمة opinion رأي opinionated يعني هون بيقدر يبدي رأيه بيقدر يبدي رأيه على هاي المنصات اللي هي منصات التواصل الاجتماعي يا جماعة الخير كثير الموضوع سهل مو شرط تكتب كل اللي اللي أنا كتبته عادي ومو شرط أصلا تلتزم فيه كلياته عادي اكتب رأيك بطريقتك الخاصة بجملتين مرتبات بتاخد علامة السؤال برضو كاملة لكن فيه وصطرحات ضرورة جدا نعرفها حلوة كثير مثل bring in تجلب هاي كثير رهيبة جدا عنا هون direct contact على سبيل المثال عنا opinionated كلمة كثير حلوة كلمة كثير ومرتبة تمام طيب الآن نرجع للدوسية نرجع للدوسية في عنا هون سؤال ثمانية أو فرع ثمانية بحكي لكم no one can deny ما حلب يقدر ينكر the significance of the internet يا سلام significance هاي جميلة جدا الكلمة اللي هي معناتها ايش اللي معناتها importance اللي معناتها ايش importance واكيد بتعرف شو يعني importance importance المقصود فيها ايش المقصود فيها اهمية ما حلب يقدر ينكر اهمية التواصل عبر الانترنت تمام تمام سجست ثري شو يعني سجست ذاكرينها سجست معناتها اقترح سجست معناتها ايش اقترح three negative consequences اقترح ثلاث نتائج سلبية behind the misuse of the internet nowadays اعطيني اقترح لي ثلاث نتائج سلبية من الاستخدام الخاطئ misuse الاستخدام الخاطئ الاستخدام السيء للانترنت في ايامنا الحالية هذا يا جماعة الخير بدي اياه منكم واجب هذا بدي اياه منكم واجب ابعتوا لي هذا الواجب عشان اصليح لكم اياه على رقم الواتساب هيو 079 73 72 8 74 ضروري جدا توصل معي عشان اي خطأ نصليح لكم اياه الطالب المتميز اموره طيبة الطالب المتوسط نطلع فيه للمستوى بحيث انه تكون اموره 100% والطالب الضعيف نعليزه مشكلته ويصير اموره احسن في عملية الكتابة اذا هذا السؤال قلنا ايش هذا السؤال واجب ومش غلط اتنزله على صفحة الاستاذ ايمن سعادي اللغة الانجليزية مكتوب عندكم دوره على الفيسبوك الاستاذ ايمن سعادي اللغة الانجليزية 2007-2008 تبعتوا هناك صور وراح صليح لكم اياها اذا ما عندكم واتساب طيب الان خلصنا هيك لا طبعا الاستاذ ايمن سعادي في ديو سيتو في عنده مجموعتين من الاسئلة المجموعة الاولى انا بدربك عليها والمجموعة الثانية واجب معك عشان تشوف انت شو حليت لانه فعليا لو حليت لك جميع الاسئلة انا هنا انت بهاي اللحظة كيف بدك تعرف انك انت بتقدر تحل الاسئلة فحطت لك اسئلة اضافية بحيث انك تحل هاي الاسئلة برضو بتبعت اياهم على الواتساب عشان نصلح لك يوم تكون امورك 100% بقول لك حاول جاوب هاي الاسئلة لحالك حطيت لكم ما يقارب 19-11 3-4 5-6 7-8 9 اسئلة من ضمنهم ثلث اسئلة ما لهم نمط ضع دائرة الحلو بالموضوع كمان بانه الدوسية فيها تنوع بالاسئلة اجاك اسئلة مقالية بتحل اجاك اسئلة موضوعية بتحل فامورك ان شاء الله معي راح تكون 100% هيك احنا جماعة الخير خلصنا هذه الحصة بدي اياكم تنتبهوا للاجابة الانوذجية طبعا بتحبوا تشايكوا جميع الاجابات اللي احنا جاوبناهم وفي عندنا هون الاسئلة برضو الواجب محطوطات هون مش تروح تغشوهم الله يرضى عليكم بتحلوهم تبعتو اليوم على دقم الواتساب بارك الله فيكم يعطيكم الف الف عافية نلقاكم في الحصة القادمة برضو راح تكون قطعة اللي هي التواصل عبر الماضي او مع الماضي قطعة بتحكي عن روزيتا ستون عمركم سمعتوا في حجر رشيد نلقاكم اشتركوا في القناة